الله يشوف دايماً كين شعور عندما يكون أول نوفمبر أو خمسة جويلية دايماً يكون عندي هذا الشعور شعور عميق مليء بالتناقضات من جهة شعور فيها فرحة وفيها تذكر لأولئك الذين ضحّوا بأنفسهم وضحّوا بأسرهم وضحّوا ونعرف معنى التضحية وتحقيق الاستقلال للأرض فهنا كين فرحة ومن جاء أخرى كين حزن وكين انزعاج وكين غضب حتى وهو كيف تلك التضحيات انتهت في أيدي كابرانات فرنسا ثم كابرانات الكابرانات وقبلهم في أيدي مجموعة وجدة ولم يتحرّر الإنسان الجزائري تحرّرت الأرض في حدود معينة من حين لآخر هذه الأرض تدور أو تجول في أجواءها وفي موانئها البواخر والطائرات ولكن الإنسان الجزائري لم يتحرّر لبداع الجزائري لم يتحرّر تفكير الجزائري لم يتحرّر بل بالعكس أحياناً كين تصرفات بائسة جداً كان هذه الانتفاضة الشعبية في فرنسا انتفاضة سنة ريفولت ليست عمال شغب كما يريد السلطات الفرنسية أن توجّه الأنظار هذه ريفولت بكل ما تعنيه الكلمة تمرّد وتمرّد ثوري تقريباً وإن كان طبعاً تخلّلته أعمال شغب أكيد وهي مدانع أعمال شغب مدانع أينما وقعت ولكنها الكثيرين حتى من مسؤولين أو من فرنسيين كثيرين قالوا أنها مفهومة أيضاً لكن راهوا حدث في الجزائر عشرات الأحداث مثل هذه عشرات الأحداث لكن للأسف يقتل الجزائريين ورح نشوفوا اليوم رح نشوفوا باش الناس أيضاً بعض الناس اللي راهم العصابة تريد أن توجّههم وكأن المشاكل هي في فرنسا وكأن فرنسا الآن هي جحيم وإلى آخر فالحقيقة نعم هناك مشاكل كبيرة في فرنسا وهناك عنصرية وهناك خاصة إسلاموفوبي معادات الإسلام والمسلمين ولكن عندما تقارن مع العصابات الذين يحكمون البلاد فنحن شنغريحة ومن معه قتلوا أكثر من مئتين ألف وهم ما زالوا في السلطة هذا أخونا الشاب الصغير وابننا هذا يعني نائل مرزوغ بالمناسبة علمت أنه من أصول جزائرية مغربية يعني أن أمه مغربية دائما الجزائرية مغربة في حقيقة هم شعب واحد ومتداخلين حتى في المأساة قلت إحنا العصابة عندنا ما قام في فرنسا جريمة لا شك فيها والانتفاضة للناس هذه مفهومة لماذا انتفاض الناس لكن رأي الجماعة رأي ما زالت تقتل وتختصب وتفعل الكوارث بل ترقي الذين فعلوا سنراها في هذا الحاج كيف رقي بعد أن تورد وكاد أن يسجن في 2018 لو لا بعض التدخلات وكاد أن يسجن مع الذين سجنوا في قضية كان رواننا منها بنوير الجزء ونحن نعرف جزء آخر وهو بعد حادثة الكوكاين عندما تم اعتقال أكثر من 30 عقيد في المخابرات وفي الدرك كانوا الحاج منهم لأنه متورد في إدخال الحشيش وفي مرور الحشيش من المغرب وتمريره إلى الجزائر وحتى تصديره عن طريق الأراضي الليبية والتونسية إلى آخره والمهلوسات والأسلحة مجرم بدرجة كبيرة جدا كان أحد المساعدين تعيشنغريحة ولكن عندما اغتيل القيد الصالح وأصبح شنغريحة هو زعيم الجيش عاده ورجع به رح نتكلم عليه كما قلت في الجزء الثالث وأيضا نضع وحدة الزوايا هذه المرة في ربما في تيزي وزو وحدة الزوايا رح نتكلم عليها هناك في انتظار أن نمضي في مواضيع أخرى يعني لكن بداية قبل ذلك كانت هناك أشياء مشرفة ومن خاوتكم مثلا هذه كانت يوم السبت من إخوانكم في موريال كلمة الشعار لا الوساية الفرنسية لا الوساية الروسية نعم للدولة المدنية والجيش يحمي الوحدة الترابية لا الوساية الفرنسية لا الوساية والروسية نعم للدولة المدنية تش يحمي الوحدة الترابية لا الوساية الفرنسية لا الوساية والروسية نعم للدولة المدنية بك الله فيكم كلام جميل وشعار جديد جميل جميل جدا هذا الشعار لا الوساية الفرنسية لا الوساية الروسية نعم للدولة المدنية والجيش يحمي الوحدة الترابية هذه كانت وكانت أيضا وقفة أخرى أيضا من أحرار موريال وهذه المرة كانت يوم سبت طبعا أيضا كانت أمام قنسلت إسبانيا المتورطة في تسليم أحرار جزائر إلى العصابات التي تتحكم في الجزائر اشتركوا في القناة اللاجئون ليس للبيع لكن حكومة شانشيز التي سقطت باعتهم للعصابات في الجزائر باعتهم من أجل أن تحصل إسبانيا على الغاز رخيصا وعلى المشاريع رخيصة وعلى التجارة وعلى أشياء كثيرة جدا وعلى تهريب المال الجزائري إلى إسبانيا اللي هرب بالملايير اليوروات في السنوات الماضية وما زال يتم التهريب ولكن مع ذلك قامت حكومة شانشيز بصفع العصابة في ملف الصحراء وتبنت الموقف المغربي تبنت الطرح المغربي وإذا بالعصابة أصيبت بالجنون أنها كل ما قدمت لإسبانيا مع ذلك طعنتها في الظهر كما قالوا على ذكر محمد عبد الله ومحمد بن حليمة خلينا نشوفوا موضوع هناك ستين قضية تم تأجيل قضية بن حليمة ومحمد عبد الله لكن هناك ستين قضية لمحمد لبن حليمة محمد عزود ستين قضية تخيلوا أنه متهم وصادر أحكام تقريبا في كل قضايا صادرة أحكام ما زال فقط بعض القضايا اللي ما صادرت في أحكام ستين قضية وهنا أريد أن أتوقف قليلا على بعض الذين شككوا في بن حليمة البعض شكك من منطلق أنه عندما خرجوه في الدحدوح قال كلاما كثيرا وقال أشياء يعرفه هو فقط وقال 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 وهؤلاء أنا أجد لهم الأعذار لأن الناس يعني قال لك لماذا لم يقف محمد بن حليمة نفس الموقف تا محمد عبد الله ولماذا هو قدروا يخرجوا بين محمد عبد الله ما قدرواش يخرجوا والحقيقة أنا أجبت على هذا السؤال وقلت أن الناس ليسوا سواء في تحمل التعذيب والضغوطات ويعني ليسوا سواء وبن حليمة عندما خطفوه كان صحيا تعبان أصلا والأمر الآخر أن تجارب بين الشابين فيه فرق في التجارب وكاين يقدر يتحمل وكاين يقدر ما يتحملش لكن الخطورة هو أنهم اعتدوا عنه جنسيا وراحوا يعطلوا في أشياء يأكلها ويشربها فلم يعود يعرف ما يقول وما لا يقول ويكرر لكن بغض النظر حتى لو افترضنا أن ابن حليمة في لحظة معينة ضعفة ضعف أنا شبهتها آنذاك بأحد الصحابة الكبار وهو ياسر عمار بن ياسر عندما ضعفة واضطر أن يسب ربي يسب الله سبحانه وتعالى ويسب الرسول تحت تعذيب المشركين بينما أمه ووالده قتل وكانوا أول شهداني في الإسلام قتلوا تحت التعذيب وما سمعوش يعني ما ردوش كلمات السب فرصة عليه السلم قالوا إن عادوا عد يعني لو كون يعود يعذبوك ويقولون لك سب عد لأنك انت مطمئن قلبك مطمئن ونزلت آية في هذا الموضوع لماذا دائما نحن نذكر بالقرآن لأن القرآن بالنسبة إلينا أقل شيء هو إن ريفيرانس مرجعية لتاريخنا نحن مسلمين في نهاية المطاف وهو كتابنا المقدس لكن فالناس يعني مش كيف كيف تحمل تعذيب مش كيف كيف تحمل ضغوطات لكن ما يثبت كان صنف آخر من الناس كما قلت كان صنف أنا تفهموا لما تشكك في محمد بن حليم أنا كنت أرد عليهم خاصة نعرف أن نيتهم حسنة وسواء اللي رسلوني مباشرة أو اللي تكلموا معي أو حتى ردودي على اللايبات بالرغم من أني يعني كونجي نشوف من هو المتضرر من دح دوحيات انتاع بن حليم ومحمد العربي زيتوت والنصرة التاعو والأشقاء التاعي يعني هما اللي ركزوا عليهم وأصدقائي اللي معنا في المعركة بعض الأسماء اللي معنا في المعركة لخت آسيا قشود وغاخري فنحن متضررين الأوائل وكانوا الناس مرات يستغربوا كيفاش أنا من يعني المفروض متضرر مما قاله ولكن رأي ندافع على بن حليم نعم حتى لو تضررتنا أنا طبعا ما تضررتش لماذا؟ لأنها كل آكاذيب قالوها البن حليم وبن حليم مسكين اضطر يعودها وهذه الأكاذيب كان موجودة عند الذوباب وعند الأذناب كانوا يقولوها من قبل فما كانتش تجيب شيء جديد يعني خلاص فاتت الأمر الآخر حتى لو تضررت أنا نعرف قيمة الرجال وعندما أثق في إنسان رجل أو امرأة كما نقول قيمة الرجال هنا بمعنى الواسع عندما أثق في إنسان فثقتي كاملة حتى تأتي الخيانة أو يأتي الضعف أو من جهته ومحمد بن حليم ومحمد عبد الله ثقتي فيهم كاملة كانت وما زالت وإن شاء الله ستبقى لأنهم أحرار دافعوا على البلاد وناهضوا الفساد لم يقوموا بأي شيء لم يدعوا إلى عنف لم يدعوا إلى إرهاب لم يسبوا الناس لم كانوا يأتوا بملفات ويفضحون الفساد والإجراء لكن كان كان ينصنف آخر يكرهون بن حليم لسبب أو لآخر شنوا له تشنيع رهيب والتهموب قال لك نوره من لول جاء واخترقكم كيف يخترق؟ ويخترق ماذا؟ ويجد ماذا؟ يعني كانت هناك بعض العقليات السبيانية وبعض العقليات التعبانة يعني فشككت فيه فكنتم قلهم لا محمد بن حليم الثابت ورغم التعذيب ورغم خروجه ربما بشكل كان مزعج للبعض إلا أنه كان تحت التعذيب وأنا لا ألوم أي كان تحت التعذيب والحقيقة أنه عندما كان رايح في اتصالات أخيرة معنا قلنا له إذا تعرضت للتعذيب قل ما شاء أن تقول إذا ما تحملتش اليوم يظهر وهي جابتها أمس جارية الوطن وخاصة صحفية اللي هي تابعة للدياريس سليمة لمساني أو زينب أبوشو اسمها الحقيقي جابت الحديث عن كثير من القضايا لكن في الحقيقة علمنا أن هناك ستين قضية ما زال ما عنديش الرقم فيما يتعلق بمحمد عبد الله كم من قضية لكن أنا عارف أنها أكثر من تلتعشر قضية الأقل لكن بالنسبة لبنحليمة ستين قضية هل يعقل أنه لو كان بعثوا واحد باش يخترق أو يدروا له ستين قضية قضية قضيتين أو ثلاثة وكل مرة يطلقوها ها واحد داروا له قضية ودخلوا بخمس سنوات وهم طلقوه أول أمس انتاحهم خدام انتاحهم داروا له شوية هكذا شهر آه دخلوا للسجن آه دخلوا للسجن باش بلك من بعد يعود يخرج بشرعية السجون كما عبر عليها أحد إخواننا الأفاضي ها همطلقوه وهو من المرتزقة ومن الأذناب الذين انقلبوا على رأسهم وصراحة لا يشرفني حتى أن أذكر اسمه على لساني لكن كانوا حكموا عليه قبل خمس سنوات أمطلقوه داروا له فيلم هكذا شهر شهر ونص آه كان واحد المعطيات معينة ومؤشرات معينة عندما تتوفر نعرف إذا كان هذا هذا الإنسان يدخل السجن حقيقي أو مفبرك كان مؤشرات كثيرة في الحقيقة وكان مؤشرات تظهر داخل السجون وإخواننا اللي دخلوا داخل السجون الأحرار قدروا يكتشفوا بعض الأصناف وبعض الأنواع اللي كانوا في الحقيقة قدروا يقلبوهم داخل السجن وكان يقلبوهم حتى بعد خرج السجن كان حتى بعد ما مرهم على التعذيب وعلى الاغتصاب وعلى قلبوهم خرج السجن فثبات في هذا الأمر موش بسيط وموش سهل مرة أخرى وكررها محمد بن حليمة ومحمد عبد الله وبرهيم العلامي والأحرار كثيرين نسان ورجالا كانوا ثابتين ومازالوا ثابتين ولم يرتكبوا أي جرم حقيقي إلا أن جريمتهم كانت يريدون نهضة البلاد يريدون دولة مدنية يريدون نهاية الفساد لره يغرق البلاد كما لم يسبق له مثيل